عقدت هيئة البحرين للثقافة والأثار ومجلس التنمية الاقتصادية مؤتمرا صحفيا بمتحف موقع قلعة البحرين وذلك لإطلاق مهرجان ربيع الثقافة في نسخته الثانية عشرة والذي يمتد لشهرين من فبراير إلى إبريل 2017 بدعم ورعاية من مؤسسات القطاع الخاص ومساهمة مجموعة من السفراء لدى مملكة البحرين في أجواء تمتزج بها روعة الفن والفنانين والثقافة والمثقفين تحيط بهذا الجمع من كل جانب ليسطروا معا هنا في متحف موقع قلعة البحرين الانطلاقة الثانية عشر لمهرجان ربيع الثقافة بحضور دبلوماسي رفيع المستوى وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي مهرجان ربيع الثقافة يأتي ضمن موسم احتفاء هيئة البحرين للثقافة والأثار بتراث مملكة البحرين الأثري تحت شعار أثارنا إن حكت لعام 2017 حيث أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار أن الهيئة لديها الكثير من الفعاليات الهامة التي لا يمكن أن تختصر في موسم واحد من هذا المهرجان ترك العام ربيع الثقافة ينطلق في موعده الذي اخترناه يتزامن مع ذكرى احتفالية الثقافة بيوم السياحة العربي يبدأ في المسرح الوطني بأوبرا لأول مرة تكون هناك أوبرا عربية عرض عن ترعب لا أعتقد الكل متشوق لهذه الأمسية وعلى الدوام نختار مواقع مختلفة هذا العام لأن آثارنا أنحكت هو شعار الثقافة على مدار عام كامل جاء لقاءنا في هذا المؤتمر الصحفي في موقع قلعة البحرين مهرجان ربيع الثقافة يقام بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والأثار ومجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث حيث يأتي بالتزامن مع يوم السياحة العربي الذي تم اعتماده حين كانت المنامة عاصمة للسياحة العربية عام 2013 طبعا ربيع الثقافة هذه السنة مميز أولا بانطلاقته نحن اليوم في متحف قلعة البحرين طبعا المكان مدرج تحت قائمة التراث العالمي لولينسكو وشعار هيئة البحرين للثقافة والأثار أثارنا أنحكت فجميل أن نرجع لأثارنا لتاريخنا وننطلق منها في مهرجان ربيع الثقافة 2017 يحكي هذا المهرجان أثار البحرين وقصص نجاح وتاريخا تفخر به المملكة كما أنه يعكس هويتنا الحقيقية التي تروج بأبهى صورة لعراقة حضارة البحرين لما يحتويه من فعاليات مختلفة ومستمرة مميزة ربيع الثقافة أيضا برنامج متعدد في نوعية النشاطات الثقافية بمختلف فروحة فيها الفن وفيها المسرح وفيها الكتاب وفيها المحاضرة وفيها الغناء وفيها جميع الرموز الثقافية والأشياء الثقافية عدد كبير من البحرينيين ومن الأجانب المهتمين بهذا الموضوع وطبعا البحرين تتمتع بربيع دائم من الانفتاح والفكر والتعدد والجماد وكان قد أكد السيد خالد الرمحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن مهرجان ربيع الثقافة يجسد مسيرة ناجحة وتجربة مميزة لجهود استثمار القطاع الخاص في الثقافة وتنميتها لتبرز انفتاح البحرين على ثقافات العالم على مر التاريخ ربيع الثقافة ربيع مستمر تستمتع به مملكة البحرين هذا الربيع الذي يأتي ليضيف إضافة هامة على الحركة الثقافية في مملكة البحرين هذا الربيع أيضا يحظى باهتمام الحركة الناشرة في مملكة البحرين من أدباء وكتاب الذين لم يضيعوا على أنفسهم فرصة الاستمتاع بهذا الارث العريق يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين